اهلا بكم مع بداية انطلاق موسم الزراعة الصيفية اللي بيبدأ في النص التاني من شهر فبراير شهر اثنين شباط وبنذكر شباط بناء على اخ فاضي العراقي طلب مني ذكر التكويم السرياني مع باقي التكويمات واهلا بكل اخواننا في العراق ده الوقت اللي بيبدأ الجو فيه بالتحسن زي مواضح الايام دي بتبدأ شدة البرد تخف وبيقل خطر استقيع كتير الامر اللي بيساعد على القيام بالكتير من الاعمال الزراعية المختلفة في المزرعة والحديقة وعلى الاسطح والبلقونات الزراعات والاعمال الزراعية الصيفية زي ما قلنا بداية وقتها من نص الشهر الثاني فبراير وبيستمر لحد نهاية الشهر الخامس شهر مايو آيار طبعا مع مراعاة اكتلاف مواعيد الزراعة بين المناطق المختلفة في وطننا العربي وان شاء الله هنقدم مختصر لأعمال الزراعة اللي ممكن القيام بها قصوصا شهر مارس زي الزراعة بالبزور والشتلات والتكاثر بالعقل زي التقليم وزي التطعيم والتسميد والوقاية لكن ازاي؟ ده اللي هتعرفه لما تكمل معانا الفيديو وهتتابع معانا وتشرفنا بإعجاب لو عجبك الموضوع ومشاركة للفيديو ليستفيد الجميع واشتراك في القناة ليصلك كل جديد وتفعيل زر الجرس للكل هتبقى زي الفل وانتابع ونبدأ بالزراعة بكل أشكالها وأول حاجة زراعة الخدار والخدروات بنزع كتير من المحاصيل المنزلية بالبزور المتوفر معظمها في المطبخ أو بسهولة الحصول عليها من أي محل اعتارة أو محل بزور زي بزور البطيخ والبامية والفصولية والملوخية والخيار وكمان بزور الشمام والقرع والكوسة والقرفس والرجلة والبقدونس والكزبرة واللوبيا والفول السوداني والبطاطا الحلوة كمان بتزرع شتلات الفلفل والبادنجان والصماطم وبنستمر في شطل الكورومب الصيفي والبصل وكمان بنستمر في زراعة البطاطس والفجل والجرجير تاني حاجة النباتات العطرية بنعمل اكثار لنبات اكليل الجبل والروزميري ومننساش النعناع سواء زرعناه بالبزور أو بالجزور أو في قصيص بالتجزير في المياه تالت حاجة نباتات الزينة وازراعة الحوليات الصيفية بنزرع بزور الحوليات الصيفية ابتداء من نص الشهر الثاني فبراير شباط زي الزينيا وزي السوليسيا عرف او عرف الديق وزي الكوليوس او السجادة والكوزموس والقطيفة وبتستمر الزراعة لحد نهاية شهر ثلاثة مارس اللي هو آذار وبتزرع بالشتلات في مايو وبتزهر من يونيو حزيران اللي هو شهر ستة لحد شهر 11 نوفمبر او تشرين الثاني كمان بنزرع بزور دوار الشمس ابتداء من شهر ثلاثة مارس وكمان بنزرع بزور الريحان زراعة كمان عقل الورد واكثار كل انواع الصباريات اللي بتتقاصر بالعقل زي صبار الشمعة وصبار النجمة وجرها كتير من الصباريات في الفترة دي بيفضل زراعة بزور الصباريات داخليا لكن لو كنا هنزراع خارجيا بننتظر لحد شهر 4 إبرير اللي هو نيسان لو كانت الزراعة كارجي وبنعمل اكثار بالعقل للشجيرات المزهرة والمتسلقات زي أمثل عندنا الجهنمية والياسمين واللبلاب وكمان بنعمل بالعقل اكثار لنبات البنفسج كمان بنعقل لنبات الاقحوان والجرونيا والقرنفل أما من أهم الأعمال الزراعية في الفترة دي بنعمل تقليم الأشجار والشجيرات والورد وكمان بنعمل عملية التسميد رابع حاجة عندنا زراعة الأشجار المسمرة وأشجار الفاكهة أعمال الزراعة للأشجار المسمرة كتير ومتعددة من زراعة لتقليم لتطعيم لري وتسميد ووقاية وغيرها كتير بالنسبة للزراعة بنزرع بزور النارينج واللمون والقشطة أما التطعيم ممكن تطعيم الموالح والزيتون وبالنسبة لتقليم الأشجار المسمرة بننتهي من عمليات التقليم للأشجار اللي ما تقلمتش قبل كده قبل جريان العصارة زي أشجار الكوميسرة والتفاح والبركوك الفترة دي برضو فترة جارس عق عقل الأشجار المختلفة والشتلات بتاعتها زراعة عقل العنب والزيتون والتين والفل والموالح بتظهر كمان بعض أصناف الخوخ والمشمش والبركوك أما بالنسبة للريء للأشجار المسمرة والفاكهة فبنقلل الريء عشان نتفادى سقوط الأزهار أما التسميد فبنسمد الدفعة الأولى من الأسميدة الناتروجينية والبوتاسية أخيرا وقاية النبات في فصل الربيع الفترة دي بيزول البرد والسقيع والجو بيدفع وده بيشجع كتير من الآفات والحشرات عشان تمارس نشاطها من تاني عشان كده لازم مرأبة النباتات المنزلية باستمرار لأن الكشف المبكر هيساعدنا على التخلص ومكافحة الآفة بسهولة في الفترة دي بتظهر الدودة الخضراء وبيحصل التفاف لأوراق الطماطم وزهور الزبابة البيضاء على البهدنجان وبتتعرض الكوسة والخيار والبطيق للبيض الدقيقي كمان بيزهر المن والدودة القاردة والدودة الخضراء على البطاطا والكوسة والبامية وبالتالي لابد من أجز الاحتياط ومكافحة هذه الآفات اللي بتظهر الشهر ده زي المن والددان والقاردة والخضراء ومرض البيض الدقيقي والبيض الزجب وغيره كمان مكافحة النموتادة في أشجار الموالح أيضا محربة حشرة المن بتصيب أشجار الحمضيات في الوقت ده مع خروج أزهرها وتفتحها في أوائل شهر فبراير وأوائل شهر مارس أهلا بكم بالنسبة لنباتات الزينة المنزلية بنستعمل المبيدات الكيموية لمحربة الآفات أما بالنسبة للمحاصيل اللي بتستهلك زي الطماطم والفجل وغيرها فيفضل معالجة الآفات بمبيد حشري طبيعا في النهاية الفترة دي بتكون الحضائق مزهرة بأزهار المبكرة الموسمية الشتوية اللي ممكن نستفيد منها بأطفها وتزيين البيت بيها بتكون انتهت فترتها كمان ممكن نختار الأزهار الكبيرة ونسيبها لما تقف وناخد منها البزور والاحتفاظ بها لزراعتها موسم الزراع اللي جاي اللهم اجعلوا عملا صالحا خالصا لوجهك الكريم وأجرني به في الدنيا والآخرة اللهم تقبل دمتم بخير دمتم بخير